اطلقت مصر بنجاح القمر الصناعي الجديد نايلسات 301 على متن الصاروخ فالكن 9 التابع لشركة سبيس اكس الامريكية في ولاية فولوريدا يأتي اطلاق القمر الصناعي المصري الجديد في ظل النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليا كما يأتي اطلاق القمر الجديد بعد الانتهاء من عمليات التشغيل والاختبار التي تم اجراؤها على القمر هي لحظة الفرحة وشعور بالفخر لدى المهندسين العاملين بالشركة المصرية للاقمار الصناعية نايلسات بعد نجاح اطلاق القمر الصناعي المصري الجديد 301 من ولاية فلوريدا الامريكية والذي يتميز بقدرات جغرافية فائقة في انجاز جديد يضاف لسلسلة انجازات الشركة في مواكبة التطور التكنولوجي بمجال الاقمار الصناعية بالعالم الامر بعد ما هينطلق هيوصل ليه على بعد 36000 كم من سطح الارض هيبقى الاول عند خط طول 10 درجات وده الهدف منه ان انا اعمل كل الاختبارات على القنوات القمرية اللي التردودات بتاعتها شيرد او مشتركة مع الامر الحالي الموجود 200 واحد علشان لو عملتوا عند سبع ويست يحصل انترفيونس او تداخل مع الامر الموجود حاليا الفيتشارز الجديدة بقى اللي موجودة في الامر ان هو بيغطي مناطق تغطية جديدة زي جنوب القرى الافريقية وزي منطقة حود النيل ولينا بعد حقوق التردودات برضو في منطقة الشرق الاوسط وايضا خدمة مقافحة التشويش دي بنقام من بعض التردودات المهمة على الامر 301 من التشويش وايضا خدمة الانترنت عبر جملة مسا عربية محطة الترددات العالية 301 هي احدى المحطات الجديدة داخل شركة النيلسات والتي يوجد بها انظمة تحكم عالية الجودة وستعمل على مراقبة وتشغيل القمر الصناعي الجديد بالاضافة لغرفة التحكم الرئيسية التي ستتابع القمر 201 و301 الجديد من خلال المهندسين العاملين في الشركة الذين يشعرون بحالة من الفخر لمشاركتهم في هذا النجاح التاريخي مصر بالامر 301 بنقام من 20 سنة كمان جايين لتقريبا لـ 2040 من تكنولوجيا البس الرقمي والبس الفضائي وبنقام من البس الرقمي وكذلك الانترنت احنا هنا في التحكم رائب القمر تقريبا 24 ساعة في الـ 24 ساعة بنرائب القمر التريمترز اللي بتيجي من الامر بنتابع حركته بنتابع موجوده في المدار بتاعه موجود في مكان معين اي تغيرات اي الارمات بتجي لنا بنبدأ نبلغ بيها مهندسين الساتيلايت وبعدها هم بيقدروا ياخدوا الدور المعين اللي يمشي عليه احنا بنتابع القمر القمر كلها اللي عادت على الشركة احنا بنتابع اي مشكلة تحصل اي حاجة بتيجي منه اي اشارة بنستقبلها ولو فيه اي مشكلة احنا بنتعامل معيها اطلاق القمر الصناعي الجديد 301 خطوة تؤكد مضي مصر نحو الجمهورية الجديدة باحداث طفرة نوعية كبيرة في مجال الاقمار الصناعية والانترنت الفضائي وفتح قنوات اتصال جديدة مع الاشقاء من القارة السمراء فضلا عن انها خطوة قوية ورائدة في مجال العلاقات والتعاون مع الشركاء من مختلف دول العالم محمود جميل التلفزيون المصري